اشتركوا في القناة بتعليمات من الملك محمد السادس اثر الحرائق الضغمة التي اندلعت في غابات بانحاء البلاد وقدمت الحكومة البرتغالية شكرها للحكومة المغربية عبر حسابها الرسمية بموقع اكس الى جانب الاتحاد الاوروبي ودول اسمانيا ويطاريا وفرنسا واليونان وبتعليمات سامية من صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية ارسلت القوات الملكية الجوية طائرتين من طراز كناظيرة وطائرت الدعم من طراز كاسا يوم امس الاربعاء الثامن عشر شتنبر الى مونت ريالا بالبرتغال للمساهمة في جهود السلطات البرتغالية لمكافحة حرائق الغابات في شمال البلاد وذلك في اطار مبادرة مشتركة شاركت فيها ايضا طائرات اسمانية وفرنسية ويطاريا واوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية انه تمت ايضا تعبئة اربعة طواقم وفريق تقنية من سيربا مكافحة الحرائق التابعة للقاعدة الجوية ثالثة للقوات الملكية الجوية في اطار هذه المهمة التي تأتي استجابة لطلب الدعم من السلطات البرتغالية واكد البلغ ان المشاركة المتكررة للمغرب في مكافحة حرائق الغابات في البرتغال تشهد على عمق روابط التضامن والتعاون القائم بين البلدين والتي تشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وتتوفر المملكة المغربية على اسطولة مهمة من طائرات اخماد الحرائق من طراز كناديرا سيل 415 والسئلة 215 ومنذ سنة 2011 تاريخ تسلم المغرب لأولى الطائرات من هذا الطراز اثبتت هذه الطائرات فعاليتها في مكافحة حرائق الغابات داخل المغرب وخارجها نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء